اشتركوا في القناة قمت بحث دول الشرق الأوصل لطرح جانب انقلافاتهم وان يتوحدوا معا ضد عدو الحضارة ويعملوا معا باتجاه أهداف الأمن والاستقرار عرضت صداقة الولايات المتحدة ومساعدتها لكنني قلت بوضوع أن دول المنطقة يجب أن تقرر ما هو المستقبل اللي تريده لأطفالهم وأسرهم ودولهم أيضا لا أحد يمكن أن يختار بدلا عنهم هذا قرارهم واليوم العالم يرى أنهم اختاروا تعاون على الصراع والصداقة على العداوة والازدهار على الفقر والأمل على اليأس يختارون مستقبل يكونوا العرب والإسرائيل المسلمون واليهود والمسيحيون يعيشون معا ويحلمون معا جنبا بجنب في كنف التناغم والسلام مرة أخرى اسمح لي أن نهنئ الشعب الإسرائيلي وشعب دولة الإمارات وكذلك شعب مملكة البحرين بارك الله فيكم جميعا إنه ليوم عظيم للعالم بأسره وهذه فرصة رائعة أود أن أشكر كافة أعضاء الكونغرس على حضورهم أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب نثمن حضوركم الكل كان يريد أن يكون حاضر لأنه يوم مهم جدا للعالم والسلام قبل أن يوقع الأطراف الاتفاقيتين أعطي الكلمة لرئيس وزراء إسرائيل يتبعه وزير خارجية دولة الإمارات ثم وزير خارجية مملكة البحرين شكرا جزيلا لكم نهو لشرف عظيم صديقي العزيز الرئيس ترمب السيدة الأولى ميلانيا ترمب شكرا على استضافتي وستضافة قرينة سارة ووفدي الكامل في هذا اليوم التاريخي أود أن أشكر نائب رئيس بانس وزير خارج بومبيو وستشار قومي أوبراين وأعضاء الحكومة الأمريكية وجارغ كوشنر والوسفير فريدمن وأعضاء آخرون من فريق سلام الرئيس وأعضاء مجلسي شيوخ النواب وسفير روند أمرن ونظرائه المحنين والإماراتي وكذلك كبار شخصيات الحاضرة اليوم في هذا اليوم المشمس أود أيضا أن أعبر عن تقديري لكافة الإسرائيليين الذين عملوا على مدى سنوات أحيان في ظروف أقل إشعاعا أود لذلك كلها أشكركم جميعا أيتها السيدات أيها السادة السيد الرئيس إن هذا اليوم هو مرحلة تحول في التاريخ وهو ينظر بفجر جديد للسلام ألاف سنين صلى اليهود أو شعب يهودي للسلام لعقود الدولة اليهودية صلت لي السلام ولذلك فينا اليوم نشعر بالكثير من الامتنان أنا ممتن لكم أيها الرئيس ترامب على قيادتك الحاسمة ووقفت دون هوادة مع إسرائيل تصديت لطغاة تهران ودعمت رؤية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين وكذلك قمت بتوسط لسلام تاريخي الذي نواقعه اليوم هذا السلام الذي حصل على الدعم في إسرائيل وأمريكا وشرق الأوسط والواقع في العالم برمته أنا ممتن لولي الأهل محمد بن زايد لدولة الإمارات العربية المتحدة ولك مع الوزير الخارجية عبدالله بن زايد أشكركم على قيادتكم الحكيمة وعلى العمل مع الوئيات المتحدة وإسرائيل لتوسيع دائرة السلام إني لممتن للملك حمد ملك البحرين ولك معي للوزير عبداللاطيف الزياني على انضمامك إلينا وانضمامكم إلينا لجلب الأمل لكافة أطفال إبراهيم لكل أصدقائي إسرائيل في الشرق الأوسط أولئك الذين هم معنا اليوم وأولئك الذين سوف ينضمون إلينا غدا أقول لكم السلام عليكم ويقولها باللغة العربية واللغة اليهودية واللغة الإنجليزية وسمعت من الرئيس بأنه لديها المزيد من البلدان التي ستنضم إلى هذه العملية كان هذا أمر لا يتصور قبل سنوات لكن بالتصميم والعزم والنظرة جديدة للسلام تحقق ذلك شكرا لك سيد الرئيس أيها السادة أيتها السيدات إن شعب إسرائيل يعرف ثمن الحرب وأنا أيضا أدرك سعر الحرب وصبت في المعركة ورفيق لي صديق عزيز مات في يدي أخي يوني مات أيضا عندما قاد أجناده لإنقاذ رهائن في مطار أنتيبي كانوا مختطفين قبل إرهابيين طبعا أسرتي حزنت لفقداني وظل الحزن يلازمهم وحتى مماتهم على مدى أيام قمت أواسي الأسر الضحايا من الجنود الإسرائيليين ورأيت في وجههم نفس الحزن والآساء مرات لا تحصل لذلك فأنا فعلا أشعر بسعادة غابطة خاصة بالنسبة لأولئك الذين يسعون ويتوقون للسلام بعد أن نصيبوا في الحروب والمعارض ونعمة وسلام الذين حقيقه اليوم ستكون هائلة أولا لأن هذا السلام سوف يتوسع في نهاية المطاف ليشمل دولا عربية أخرى وفي نهاية الأمر يمكن أن ينهي الصراع العربي الإسرائيلي للأبد ثانيا لأن المزايا الاقتصادية الرائعة لشراكتنا سيشعر بها الجميع في منطقتنا وستصل إلى كافة أفراد شعوبنا وثالثا لأن هذا ليس فقط سلام بين القادة وإنما هو سلام بين الشعوب الإسرائيليون والإماراتيون والبحرينيون يحتضنون بعضهم البعض وسنستثمر في مستقبل الشراكة والازدهار والسلام لقد بدأنا تعاون في تصدي لكورونا وأنا متأكد أننا معا يمكن أن نتوصل لحلول كافة الشاكرة والكثير منها التي يتدرر منها المنطقة وغيرها على الرغم من التحديات والصعوبات التي نواجهها جميعا على الرغم من ذلك كله دعونا نتوقف لوهلة لنثمن ونقدر هذا اليوم الرائع دعونا نرتفع عن انقساماتنا السياسية دعونا نضع كافة التشاؤم جانبا دعونا نشعر في هذا اليوم أن نبذى التاريخ بعد زوال هذه الجائحة فإن السلام الذي نحققه اليوم سوف يكون مستداما أيها سادئتها السيدات كرست حياتي كلها لتأمين إسرائيل وتأمين مكانتها عبر الدول وكذلك مستقبل الدولة اليهودية الوحيدة ولتحقيق هذا الهدف عملت لتقوية إسرائيل وجعليها قوية جدا لأن تاريخ علمنا أن القوة تجلب الأمن وتجلب الحلفاء وفي نهاية المطاف وهذا أمر قاله الرئيس ترامب مرار والتكرار في نهاية الأمر فإن القوة تجلب السلام الملك داود عبر عن هذه الحقيقة الأساسية قبل ألاف في عاصمة الأبدية القدس وهذا متدد في الإنجيل أيضا ويعكس ذلك ماضينا المشرق باتجاه مستقبل الأشرق ليمنح الله القوة لشعبه ليناعم الله على شعبه بالسلام أيها الرئيس أيها سيدات السادة أيها الضيوف هذه هي السنة اليهودية الجديدة وما هذه النعمة التي نجلبها في هذا العام الجديد نعمة الصداقة نعمة الأمل ونعمة السلام شكرا لكم سيد الرئيس سيد الرئيس سيد الرئيس صديقي معالي عبل عطيف الزياني أضيوف الكرام اسمحوا لي بأن أبدأ بنقل تحية شعب الإمارات وقيادته والعسيما ثم شيخ محمد بن زيد لك السيد الرئيس وكل من هو حاضر هنا سأواصل كلمتي باللغة العربية وأنا متأكد أن ثم تترجم فوريا لذلك أقف اليوم أمد يد سلام وأستقبل يد سلام نقول في ديننا الإسلامي اللهم أنت السلام ومنك السلام فالبحث عن السلم مبدأ أصيل ولكن المبادئ تتحقق فعلا عندما تتحول إلى أفعال وها نحن اليوم نشهد فعلا سوف يغير الشرق الأوسط وسيبعث الأمل حول العالم أستطيع أن أتواني إذا قاموا بسمى описة لأن أشياء الحق نتحدث تنبهم في أفعالنا إلى من دينا إذا أن تتحق شعبا نحن أيضا إذا أتواني أن تتحق في جميع الأقل في سناء هناك نحن البيان وإنسان السلام أعيات أن تتحق دوية لإنسان إيقا في ذلك سنا. سنوات أعبد بإنسان الأول سنوات مفتوحة أعبٌ أول آمن لم تكن هذه المبادرة ممكنة لو لا جهود فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريق الذي سعى بجد وإخلاص لنصل إلى هنا وهنا لابد لي أن أشير إلى صديقي وزير الخارجية مايك بومبيا وصديقي جارد كشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي وكل المخلصين لمبدأ السلام في الولايات المتحدة الذين سعوا لتحقيق هذا الإنجاز الكبير شكرا لكم this initiative would not have been possible without the efforts of his excellency president donald trump and his team who worked hard and sincerely for us all to reach here most notably my counterpart secretary of state mike pompeo and jared kushner senior advisor to the president of the united states and all those who are genuine about the principle of peace in the united states who have strived to realize this major achievement thank you دوت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنجميل نتنياهو شكرا لك على اختيارك السلام ووقف ضم الأراضي الفلسطينية مما يعزز إرادتنا المجتمع لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة شكرا لك your excellency prime minister benjamin netanyahu prime minister of the state of israel thank you for choosing peace and for halting the annexation of palestinian territories a decision that reinforces our shared will to achieve a better future for generations to come ساد الحضور نشهد اليوم فكرا جديدا سيخلق مصارا أفضل لمنطقة الشرق الأوسط في معاهدة السلام هذه تعد إنجازا تاريخيا لكل من الولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل ودولة الإمارات لن يتوقف أثارها الإيجابي بل إننا نؤمن بأن ثمارها ستتنعكس على المنطقة بأثرها فكل خيار غير السلام سيعني دمار وفقر ومعاناة إنسانية إن هذه الرؤية الجديدة التي بدأت تتشكل باجتماعنا اليوم لمستقبل منطقة مليئة بالطاقات الشابة ليست شعارا نرفع من أجل مكاسب سياسية فالجميع يتطلع إلى خلق مستقبل أكثر استقرار وازدهار أتي وخلق ما في الصقر لأن داولة السلام سيأولا أسرائي من جديد لديك في المطقة هذا الأحياني حتير للإمارات المتحدة المتحدة الأمريكية وفي المطقة الإسرائيل والإمارات الأمريكية والإمارات الاصنية الذي هي تُقفalta كلا من الوزن الحياة تشكريات التعب المتحدة كل استخدام حيات آزيدة والحبية and human suffering. This new vision, which is beginning to take shape as we meet today for the future of the region full of youthful energy, is not a slogan that we raise for political gain, as everyone looks forward to creating a more stable, prosperous, and secure future. This new vision will help our human development and stable rebuilds and recruitment. This new vision covers its common core, which is provided by the children of the United States and any further progress. We today have some formal condition for the human development of the development of human development and development العلمية تؤهلها للنهوض بمستقبل الشرق الأوسط. At a time when science is prevailing, the region's youth are looking forward to taking part in this great humanitarian movement. We are pleased that the United Arab Emirates will be part of the momentum towards stability and the growth of human potential in a new civilized approach that opens wide the doors of opportunity for those who look forward towards peace, prosperity, and the future. Our societies today possess the foundation of modern human development such as infrastructure, a solid economy, and scientific achievements that will enable them to advance the future of the Middle East. لكل محبي السلام. وبالنسبة لنا فأن هذه المعاهدة ستمكننا من الوقوف أكثر إلى جانب الشعب الفلسطيني وتحقيق أماله في دولة مستقلة ضمن منطقة مستقرة ومزدهرة. تأتي هذه المعاهدات العربية التي وقعت مع إسرائيل في العقود الماضية كخطوة ولبنة مهمة للمستقبل حيث الهدف من هذه المعاهدات هو العمل نحو الاستقرار والتنمية. سوران الشعب الفلسطيني The United Arab Emirates believes that the role of the United States in the Middle East is positive and this belief is evidenced by the Accord that we are signing today at the White House, for which you have taken the lead, and will remain a beacon in human history for all peace-loving people around the world. And as for us in the United Arab Emirates, this Accord will enable us to continue to stand بلدي أجزاماتها تجاه المبادئ الإنسانية التي أرساءها مؤسس دولة الإمارات شيخ زايد الذي أعلمنا بأن وقوف جانب مع الآخر أي من كان هذا الشخص مهما كان انتماء العرقي أو الديني هو واجب إنساني ومبدأ راسخ In this difficult year, when the world is suffering from the repercussions of the COVID-19 pandemic, my country, the United Arab Emirates, has reinforced its humanitarian commitments established by our nation's founding father, شيخ زايد, who taught us that standing with others regardless of the religious or ethnic affiliation is a humanitarian duty and a firm principle استطاعت بلدي أيضاً في هذه الظروف الصعبة أن تطلق مسبار إلى المريخ إن مسبار الأمل في الحقيقة يمثل أمل بأن منطقتنا قادرة على النهوض والتقدم إذ تثبت الحكومات والشعوب العلوم وبعد أن أرسلت الإمارات رائد الفضاء هزاع المنصوري العام الماضي إلى محطة الفضاء الدولية وأطلقت محطة سلمية للطاقة النهوية جاءت هذه الاتفاقية لتفتح أفاق أوسع لسلام من شامل في المنطقة During this difficult time, the United Arab Emirates, my country, was able to launch a probe to Mars The HOPE probe indeed represents hope that our region is capable of advancement and progress if governments and people embrace science After the United Arab Emirates sent astronaut Hazza al-Mansouri last year as the first Arab astronaut to reach the International Space Station and launched a peaceful nuclear power plant this accord opened up prospects for a comprehensive peace in the region سادة الحضور إن السلام يحتاج إلى شجعة وصناعة المستقبل تحتاج إلى معرفة والنهوض بالأمم يحتاج إلى إخلاص ومثابرة لقد أتينا اليوم لنقول للعالم إن هذا نهجنا السلام مبدعنا أمن كانت بداياة صحيحة ستكون إنجازات مشرقة بإذن الله شكرا جزيلا Thank you Mr. President Ladies and gentlemen, Peace requires courage and shaping the future requires knowledge The advancement of nations requires sincerity and persistence We have come today to tell the world that this is our approach and that peace is our guiding principle. Those who begin things in the right way will reap bright achievements with the grace of God. Thank you. With the grace of God, sir. Ladies and gentlemen, the Minister of the Foreign Affairs of the Kingdom of Bahrain. Mr. President, the first lady, the Prime Minister, 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 ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Today is a truly historic event. اليوم هي فرصة تاريخية حقيقية. لحظة أمل وفرصة لكافة شعوب شرق الأوسط. لسيما لملايين الشباب في منطقتنا. دعم السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل هو خطوة تاريخية باتجاه سلام حقيقي ودائم وأمن واستقرار في المنطقة بكاملها لكل من يعيش هناك بغض النظر عن ديانتهم أو طائفتهم أو عرقهم أو فكرهم. طال الزمن حيث أن الشرق الأوسط عانى من النزاعات وفقدان ثقة مما أدى إلى ضمار لا يحصى وضمر إمكانات أجيال من أفضل وألمع شبابنا. واليوم والآن أنا مقتنعا لدينا الفرصة لتغيير هذا الوضع. إن إعلان اليوم كان ممكنا بفضل رؤيتي وشجاعة والتزام صاحب الجلالة الملك حامد بن عيسى الخليفة الذي وبدعم من شعب البحرين حمى وأسسا وعزز روح البحرين روح تعايش البحرين وتناغم التي سمرت على مدى أجيال وأقر لأن التعاون الحقيقي هو سبيل الأنجع لتحقيق السلام وصون الحقوق المشروع. شكرا صاحب الجلالة على رؤية السلام هذه لمصلحة المنطقة على أساس الثقة والاحترام والتفاهم بين كافة الأديان والأعراق والأمم. لإخواننا في دولة الإمارات العربي المتحدة أو هنئكم على اتفاق السلام الذي توقنه مع إسرائيل. سمو الشيخ محمد بن زايد أظهر قيادة رائعة ورؤية لتحقيق مستقبل مشرق لمنطقتنا. ولدولة ولدولة إسرائيل ودولة رئيس الوزراء نتنياهو نحن نرحب ونثمن هذه الخطوات من جانبكم ومن حكومتكم حيث أنكم تعترفون أن السلام والأمن المستدامين لن يتحقق من خلال مشاركة تحمي مصالح الشعوب والدول في المنطقة. وأود خاصة أن نعبر عن تقديري الكبير للرئيس دونالد ترامب. وإلى إدارته السيد الرئيس إن قيادتكم وجهودكم المستمرة جلبتنا هنا اليوم وجعلت السلام واقعا معاشا. ولوزير الخارجية مايك بومبيو والكبير المستشار جارد كوشنر وأفي بروكوفيتس الممثل الخاص وغيرهم كثيرون أشكرهم أشكرهم الالتزام والمهار التي قادوا بها هذه العملية. أيها السيدة. إن اتفاقية اللهم هي خطوة مهمة أولى. ويعود علينا الآن للعمل بشكل حثيس من أجل جلب السلام الدائم والأمن الدائم التي تستحق مشعوبنا من خلال سلام شام لشمل حل الدولتين لنهاء صراع الفلسطيني سيكون ذلك أساس لهذا السلام. لقد أظهرنا اليوم لقد أظهرنا اليوم أن سبيل كهذا متاح وواقع حتى وكان حلما قبل بضعة أعوام فقط لكنه اليوم أصبح منجز ونرى أمامنا فرصة ذهبية لإحلال السلام وتحقيق الأمن والازدهار لمنطقتنا. دعونا معا ومع شركائنا في العالم لا نضيع أي فرصة ونغتنم ما هو متاح دعونا المنطقة شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا في القناة اشتركوا في القناة we kindly ask that all guests remain seated for the signing of the documents can you be helpful here and tell me you're my name you do the same for me in Arabic I will so which one is mine thank you thank you that would be easiest it's easiest thank you six years thank you so much thank you so much thank you so much the president of the united states the prime minister of the state of israel and the minister of the foreign affairs of the kingdom of bahrain will now sign the declaration of peace they will each sign three copies one in english hebrew and arabic we kindly ask that all guests remain seated for the signing of the documents okay thank you you اشتركوا في القناة شكرا 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 المناصر الأولاد الأسر والمعادة الأمامين المحمول والمقارات الأمدزعين لينيصار الأسر والجميع الأسر والمؤكرة والباهران يجب أن آخر محر Hilary أمد آخر محرور أمد آخر محرور أمد آخر محرور أمد آخر محرور ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل اتفاق المبادئ بين البحرين وإسرائيل الشيخ عبدالله بن زيد النهيان وزير الخارجي الإماراتي كان قال إنه وبلاده يمدان السلام ويد السلام للتغيير الإيجابي في المنطقة شكل رئيس الوزراء الإسرائيلي على خيار السلام على وقف ضم الأراضي الفلسطينية وقال إن هذه المبادرة ستساعد الفلسطينيين في دعم قضيتهم والوصول إلى الدولة المستقلة في بيئة مستقرة من جهة وزي خارجية البحرين عبداللطيفة زياني قال اليوم لدينا فرصة لتغيير واقع الشرق الأوسط وقال إن السلام لن يتحقق إلا بمشاركة تحمي شعوب المنطقة وإن هذا الاتفاق خطوة أولية من أجل السلام الدائم وينهى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يتحدث في البداية بداية توقيع أو قبل توقيع اتفاقيتين السلام وإعلان المبادئ وقال إن دولا ستنضم إلى مصار السلام دول أخرى وبأن هناك بعد هذه الاتفاقيات سيكون هناك سيكون تبادل للصفراء بين إسرائيل والإمارات والبحرين من جانبه بن يامين نتنياه ورئيس الوزراء الإسرائيلي وصف اليوم بالتاريخي وبالفجر الجديد الذي سيساهم في السلام في المنطقة إذن انتهت مراسم توقيع اتفاقيتي السلام بين إسرائيل والإمارات واتفاق المبادئ اتفاق سلام بين إمارات وإسرائيل واتفاق مبادئ مع البحرين تنضم إلينا الآن من واشنطن ناديا البلبيسي مراسلة الحدث ومن القدس مراسلة الحدث زياد حلبي أهلا بكم مع البداية من واشنطن من ناديا ناديا إذن وقعت الاتفاقيات الآن اتفاق سلام بين الإمارات وإسرائيل اتفاق مبادئ بين البحرين وإسرائيل لنتحدث بداية عن أجواء توقيع المراسم سنحاول العودة مرة أخرى إلى نادية التي كانت تتابع منذ الصباح معنا أجواء التحضير لتوقيع الاتفاقيات إلى غاية الآن الآن ننتقل إلى زياد حلب بمراسل الحادث من القزياد أحلام بيك زياد وقعت الاتفاقية بين الإمارات البحرين وإسرائيل ماذا بعد ذلك سيحملها نتنياهو إلى إسرائيل ما الإجراءات اللاحقة بدون نشك بأن نتنياهو سيعود إلى إسرائيل طبعا الحكومة الإسرائيلية عليها أن تقر هذا الاتفاق كي يصبح نافذا بمعنى كي يصبح معتمدا رسميا في إسرائيل بأن إسرائيل قد وقعت رسميا على اتفاق مع الإمارات واتفاق مبادئ مع مملكة البحرين بعدها وهي عمليا عادة درجة عليها رؤساء وزراء سابقون في إسرائيل بعد اتفاقات السلام الأخرى إن كان كام ديفيد مع مصر أو وادي عربة مع الأردن أو اتفاق أوسلو مع منظمة التحرير كلها عمليا أيضا طرحت للتصويت على الكنيسة الإسرائيلي كي تأخذ عمليا بعدا إضافيا من حيث الإقرار والالتزام في إسرائيل بهذه الاتفاقيات وبالتالي هذا هو الإجراء المتوقع أن يتم بعد عودة بن يمين لتنياهو بطبيعة الحال وبعد انتهاء فترة العياد اليهودية قد يصار إلى ذلك نعم ولكن ما فهمنا زياد من قبلك أن ليست تمت أي مشكل في الكنيسة أو في الحكومة لتمرير هذه الاتفاقيات هذا صحيح لأن هناك إجماعا داخل الأحزاب الإسرائيلية إن كانت في الاتلاف أو في المعارضة نقصد الحزاب الإسرائيلية الصهيونية كما تسمى أي اليهودية عمليا كلها تدعم هذا الاتفاق بهذا المعنى هناك أغلبية عريضة داخل الكنيسة وبطبيعة الحال أيضا داخل الحكومة دعينا نذكر بأن الحكومة هي حكومة موسعة بين أزرق أبيض والليكود وبالتالي لا مشكلة أبدا لنيتنياهو لتمرير هذه الاتفاقات اللافت سيكون ما تفاصيل الاتفاقات لأنه عمليا تمكنت الأطراف من الاحتفاظ بالبنود حتى لحظة التوقيع الآن على هذه الاتفاقيات أن تنشر وبالتالي أيضا سيدور النقاش حولها في إسرائيل نعم لم تنشر بعد زياد ولكن الملامح الأولية من تصريحات المسؤولين الذين وقعوا الاتفاقية الشيخ عبد الله بن زيد النهيان وزير خارجي الإماراتي كانت تحدث عن وقف ضم الأراضي الفلسطينية وعن دعم للقضية الفلسطينية للوصول إلى دولة مستقلة في بيئة مستقرة من هذه الملامح كيف تبدو ردود الفعل الأولية من قبل الإسرائيليين وحتى أن هذه المبادئ كانت ذكرت قبل ذلك فكيف كانت المواقف الإسرائيلية شعبيا وسياسيا؟ هذا صحيح هذا الأمر أعتقد بأنه يسبب حرجا لنتنياهو داخل اليمين في إسرائيل سبق وأن أشرنا إلى أن اليمين وخاصة الأحزاب التي ينتمي إليها المستوطنون في إسرائيل تهاجم من يمين نتنياهو منذ اللحظة الأولى وتقول أنه يقل أنه وقع اتفاق سلام في مقابل سلام ولكنه لا يختلف هو اتفاق سلام في مقابل الأرض لأنه عمليا تعهد بوقف ضم الأغوار والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل وتحت هذا اللواء دعينا نذكر أيضا بأن نتنياهو خاض المعارك الانتخابية الأخيرة كلها كان هذا هو الشعار الوحيد تقريبا في الانتخابات بأنه سيضم ثلث الضفة الغربية بالتالي هذا سيكون لأستجال داخل اليمين في إسرائيل بالإضافة إلى أنه علينا أيضا أن نتابع كان ورد في النسخ المختلفة قضية حل الدولتين هو أيضا أمر يحاول نتنياهو دائما التهرب منه في الحالة السياسية الإسرائيلية اليمينية ولكن علينا أن نشير أنه عادة في إسرائيل تاريخيا عندما يوقع زعيم من اليمين اتفاقا يكون الالتزام عمليا أقوى تنفيذا نعطي مثالا من أحن بيجين وقع مع مصر اتفاقية السلام ومثلا رابين وقع مع منظمة الحرير ومع الرئيس الراحل عرفات اتفاقية أوسلو التي لم تفشل فقط وإنما قتل رابين على إثرها وبالتالي هناك سهولة أكثر لليمين أن يوقع مثل هذه الاتفاقيات مع أطراف عربية نعم هذا فيما يخص القضية الفلسطينية والانعكاس على الفلسطينيين كيف ستنعكس اتفاقيات عسكرية ربما واقتصادية في الجانبين وفي الشقة الإسرائيلي خاصة؟ بدون أن نشك بأن هذه الاتفاقيات الوزن الثقيل إنجاز التعبير هكذا بالنسبة لإسرائيل في هذه الاتفاقيات هو القضية الاقتصادية إسرائيل عمليا تتطلع إلى استثمارات اقتصادية كبرى مع الإمارات والبحرين وتعاون في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والعلمية والتكنولوجية أيضا هناك بدأت بالفعل هذه الاتصالات لإطلاق مشاريع مشتركة عمليا حتى في قضية الموانئ وبناء موانئ التي تمتاز بها الإمارات وما إلى ذلك هذه الأمور سنراها في الأشهر القليلة المقبلة عمليا تتبلور شيئا بشكل واضح بدون أدنى شك بأن المتغير الأمني وقضية إيران كانت أيضا في صلب هذا التطور بسبب التهديدات الإيرانية المختلفة فقد دعينا نذكر أيضا بأنه فيما كان العالم يتابع السلام أو اتفاقيات السلام في واشنطن كان هناك إطلاق صواريخ وإصابات أيضا من قطاع غزة هذه الليلة وبالتالي الواقع أيضا قد يحظى أيضا بمعالجة فيما بعد هل ينظر فعلا بدرجة كبيرة لهذه الاتفاقيات اتفاقيات السلام من زاوية التحديد الإيراني؟ زياد زياد إذن يبدو أننا فقدنا هذا الاتصال مع زمينا زياد حلبي كان معنا من القدس في كل أحوال زياد شكرا جزيلا لك ويحضر الآن وينضم إلينا في هذا النقاش في هذه التغطية المستمررة لتوقيع اتفاقياتي السلام بين البحرين والإمارات وإسرائيل الدكتور فهد الشليمي رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام دكتور الشليمي أهلا بك يا أهلا وسهلا بكم أهلا بك دكتور دكتور هذه الاتفاقيات إذن وقعت بين الإمارات البحرين وإسرائيل ولكن ثمت بعض المعترضين وثمت منتقدين لهذه الاتفاقيات كيف يقتنع المعترضون أو المشككون أن هذه الاتفاقيات من باب السيادة أولا من باب صالح أو مصالح المنطقة بسم الله الرحمن الرحيم هو اقتنع أو ام اقتنع الآن صار هناك توقيع صار فيه أمر واقع هذا واضح وهذا دليل على أنصر السيادة الوطنية وحماية المصالح الوطنية العليا لكل دولة وكل دولة هي أكثر دراية بشؤونها الخاصة ومصالح شعبه ومصالحها الوطنية النقطة الثانية ما هو الحل البديل يعني لو ما كان هناك توقيع راح نكون في حالة الستاتيسكو الحالة الثابتة راح تضم اليمين المتطرف مثل ما قال زمينا زياد اليمين المتطرف مع نتنياهو حيأخذه 30% من أراضي السلطة الحالية وماذا بعد وبعدين بنحتج وبنحرق علم إسرائيل وبنطلع مظاهرات وبعدين يروحون يجلسون في بيوتهم ماذا بعد أنا أعتقد هذا أرى الإنجاز اللي صار الإنجاز اللي صار كان هناك اختراق كبير على المستوى الدبلوماسي والاقتصادي والإنساني والقوة النعمة في دولة الإمارات والبحرين تم اختراق المجتمع الإسرائيلي في بداية اختراقات المجتمع الإسرائيلي اليمين المتطرف أنه على الكل يقول إسرائيل مستفيدة الآن شاهدنا بن يمين نتنياهو قد يتعرض للحرج لأن هناك ضمانات أمريكية لإيقاف وتجميد حل وتجميد الأراضي سمعنا عن حل الدولتين وهذا شيء جميل هذا شيء جيد موجود لكن الذي يعارض هم الخاسرون الخاسرون من؟ إيران الذين يتاجرون بمحور القدس ولم يقتل لهم أحد في القدس إيران اللي بتدفع مليون أو مليونين لبعض الأحزاب الفلسطينية رؤساء الأحزاب الفلسطينية لكي يسيروا الشارع الفلسطيني وينسون همو المواطن الفلسطيني اللي البطالة في قزة أكثر من 35 أو 36% الحياة لا تطاق طيب إلى متى الحياة لا تطاق في غزة إيران ماذا قدمت أيضا لهذا مشروع لم تقدم إيران شيء للأسف الشيء بالعكس استغلت الغضية الفلسطينية كل اللي قدمت إيران في يوم 27 رمضان في آخر جمعة في رمضان يعملون مظاهرة اسمها يوم القدس بطهران ويمشون هل تحرروا القدس؟ هل فتحوا بقالة لمساعدة صاحب بقالة في القدس؟ لا هل فتحوا مشاريع خيرية في القدس؟ لا نأتي للمحور الآخر تركيا تركيا التي تتباكى على القدس هي مواليها اللي تابعين لهم وللأسف في بعض منطقتنا الخليجية ويقومون الآن سوية علاقاتهم طبعا منذ 1952 ماذا عملوا للقدس؟ صلحوا قبل القدس وضعوا حماية للقدس إطلاقا استخدام القضية الفلسطينية والقدس استخدمتها أطراف غير عربية لمصالحها للسراتيجية والخصوصة نعم إذا نتحدث الآن عن فكر جديد مثل ما قال الشيخ عبدالله بن زيد أنه هي الوزير الخارجي الإماراتي وعن طريقة جديدة للحل سنعود لهذه النقطة ولكن نشرك في الحوار كذلك ضيفنا كريمة الأبيب الدكتور إيلونش فارتس رئيس معهد شحاريت دكتور أهلا بك كيف تستفيد إسرائيل من الاتفاقيتين؟ إلى غاية الآن موقع اتفاق سلام مع الإمارات واتفاق مبادئ مع البحرين دكتور يبدو أننا فقدنا كذلك الاتصال فمتها مشكل تقني على ما يبدو سنعود للدكتور شليمي الظاهر الطاولة لي الليلة تفضل من حظنا الله يسأل دكتور شليمي إذن كنت تتحدث عن هذه النقطة عن الزاوية الإيرانية إذا سمحتيني القدس نعم باكستان مش بلد إسلامي تركيا مش بلد إسلامي ماليزيا مش بلد إسلامي بنجلاديش مش بلد إسلامي نعم باكستان مش بلد إسلامي مو عندنا 52 دولة إسلامية لماذا نحن فقط في الخليج نتحمل وزر ماذا يحدث في القدس وماذا يحدث في الفلسطيني لماذا نتحمل ذلك؟ لماذا لا يشاركنا العالم الآخر؟ أعتقد أن بعض الدول الخليجية والدول الخليجية بشكل عام شهدت الكل يتكسب على حسابها بينما نحن ندفع ثمن هذه الفاتورة بينما إيران أو نظام الملالي في إيران لا يدفع شيء ونجد التمجيد والتصفيق له والتأليم اتفاقيات هذه السلام كيف تستفيد منها المنطقة أولاً خليجياً وعاربياً الحديث إلى غاية الآن عن وقف التمدد والتهديد الإيراني اقتصادياً عسكرياً كيف يستفيد منها أنا أعتقد الاتفاقيات الاقتصادية هذا محور وهم وهذا يسيل لعاب رجال الأعمال الإسرائيليين ووجود هذه المشاريع الجونت فينتر المشاريع الاستثمارية الاقتصادية هذا يجعل هناك حل حل حتى في المواقف السياسية لبعض الأحزاب بناء القوة الإنسانية الدخول إلى المجتمع الإسرائيلي والتفاوض معه والقرب من المجتمع الإسرائيلي يحيد اليمين المتطرف للآم الشراضي نعم هذه الحقيقة من الأمور الهامة لشاهدة أيضاً نقل الرسائل من الأخوة الفلسطينيين إذا أرادوا ذلك من قبل الإماراتيين أو من قبل البحرينيين سيكون نقل رسائل أمين لا يجير لحساب لا لتركيا ولا لإيران ولا لأي دولة أخرى هذه كلها الحقيقة فائدة الآن نأتي إلى المواطن في إسرائيل المواطن في إسرائيل تجعله يحس أنه ليس في بيئة حوستايل ليس في بيئة عدائية أيضاً يعزز هذا الموقف أن هذه الدول لم تكن في دول المواجهة الرئيسية بل كانت في دول المواجهة في الصف الثاني العالم الآن يعاني من ضعف الاقتصاد يعاني من مشاكل كثيرة بالتالي يجب على العالم أن يتعاون مع بعض أوجه التعاون أول شيء أول مجال التعاون الطبي هناك تعاون الآن مستمر الآن شخال بين الإسرائيليين والإمارات وقعوا على اتفاقية وأولها إيجاد لقاح لكوفيد 19 البحرين قد تقدم الحقيقة الخبرة البنكية الموجودة البحرين كانت هاب محط التوقف لكل البنوك الموجودة والمشاريع الاقتصادية البحرين مفتاح البوابة للسعودية والكويت موانئ البحرين كذلك إذن نتحدث على مصالح مشتركة مش بس الإسرائيليين مستفيدين إطلاقا أنا أعتقد حتى الدول الخليج راح تكون هناك استفادة بس الإسرائيليين هيستفيدوا من تقليص الجمارك من وجود أسواق جديدة تعاون علمي وتقني مع بعض المؤسسات الموجودة دعم مالي لهذا التعاون وإنتاج منشج جديد والمشاركة فيه الخليجيين ماذا يستفيدون الموجودين البنوك الكبيرة نعلم الحقيقة من يديرها وبالتالي لهم علاقة مع إسرائيل وإقتصاد إسرائيل وبالتالي تكون هناك فرصة خلق فرص العمل هناك سبعين ألف فلسطيني يعمل في إسرائيل لما يكون فيه تعاون قد يتحول هذا سبعين ألف إلى ربع مليون عامل إسرائيلي الشركات اللي راح تكون قد يتوظفون فيها العرب بدلا من فقط الإسرائيليين الشركات لازم تحافظ على نسبة سواء من الجندر بالنس أو ريليجين بالنس نعم يعني أكو أمور كثيرة الحقيقة يمكن نحن الآن نتوقع لا نريد أن نجمل فيه مشاكل ومصاعب نعم فيه نعم وكذلك نشرك مرة أخرى في هذا الحوار في هذه التوقعات من تلعبي بالدكتور إيلون شفارتس رئيس معهد شهارت دكتور أهلا بك دكتور هل تسمعونا نعم أسمعوكي مساء والخير أهلا كيف تستفيد إسرائيل من هذه الاتفاقيات اتفاق السلام مع البحرين ومع الإمارات ويعتقد بحسب ترامب بأن هذه الاتفاقيات ستلحقها اتفاقيات أخرى مع دول في المنطقة نعم نعم أعتقد أن هنا في إسرائيل هناك نقاش مفصل جار بشأن تفاصيل هتين الاتفاقيتين من منظور إسرائيلي هذا يوم للفرحة والصلاة وهناك طبعا فرحة عارمة بفضل ما تحقق اليوم وهذا أمر طبعا يجعل كافة الإسرائيليين سعادة ولكن أعتقد أن هتين الاتفاقيتين تندرجان في سياق معقد ويعود سبب في ذلك لظروف السائدة هنا في إسرائيل حيث أننا بسدد عيش تحت إغلاق عام بسبب الموجة الثانية من كورونا وبالتالي فربما هذه الأمور تجعل الإسرائيليين لا يركزون كثيرا على هتين الاتفاقيتين ولكن بالنسبة للمستقبل وأثر هتين الاتفاقيتين من المنظور التاريخي فأعتقد أن إسرائيل فيما يخص التحالفات العسكرية والعلاقة مع إيران والمزايا الاقتصادية التي جار الحديث عنها في حفل التوقيع على التفاقيتين أنا لا أعتقد أن هذا هو ما يركز عليه الإسرائيليون بالأساس وربما هم حتى لا يعرفون تحديد ما هو شعورهم بشأن ما حدث وربما هذا يعود لمسألة التطبيع وفكرة التطبيع بمعنى أن إسرائيل قد خطت خطوة أخرى لتكون جزءا من هذه المنطقة بمعنى أن إسرائيل تحذى بالقبول في هذه المنطقة ولذلك فهذا برأي ما يجعل الإسرائيليين ربما يركزون على السلام خاصة فيما يتعلق بالسياحة فطبعا عندما وقعنا الاتفاقية السلام مع إسرائيل لم يكن لذلك لزيارة مصر لمشاهدة الأهرامات والنيل وإنما لإشراك مصر البلد الجار والإمارات والبحرين لا تبتعدان كثيرا عن إسرائيل وهذان بلدان جذابان بطبيعة الحال وسيعزز ما حدث اليوم الاتصالات بين إسرائيل والبلدان العربية قبول إسرائيل هو صلب الموضوع هنا نعم في حديث وزير خارج الإماراتي كان ذكر بعض النقاط الملامح لهذه الاتفاقيات تخص الفلسطينيين قال أنها ستشمل وقف ضم الأراضي الفلسطينية ودعم القضية والوصول إلى دولة مستقلة للفلسطينيين إلى أي مدى ينظر إلى هذه النقاط في الجانب الإسرائيلي بأهمية كيف ينظر لها؟ طبعا غير ذلك من الأمور هذا يتوقف على القناعات السياسية وأتصور كما قلت بالشأن التطبيع المقاربة الفلسطينية كانت إلى حد كبير من المواقف المناهضة لتطبيع واختيار رفض إسرائيل كخيار فهذا بالتأكيد الرجل العادي في إسرائيل لا يقبله وأعتقد أيضا أنه بالنسبة لبعض الإسرائيليين على الأقل فإن فكرة التطبيع يمكن أن تغير العلاقة أيضا مع الفلسطينيين عندما يشعر الإسرائيليين بالمزيد من الارتياح في المنطقة العربية وينظرون إلى العرب كأعداء وإنما كشركاء وهذا ما يحظى بالاهتمام في دول الخليج فقد علمت أن ثمت مناقشات تجري فيما بين رؤساء الشركات في الإمارات لشراء ربما حصة في فريق كرة قدم مهم جدا في إسرائيل وهذا أمر مهم لأن يكون هناك عرب يمتلكون حصة في نادي كرة قدم في إسرائيل هذا بالتأكيد سوف يكون له أثر لسيما بالنسبة لأنصار الفريق وهذا بالطبع يغير المعادلة برمتها وهذا ربما سيكون له أثر إيجابي على الفلسطينيين لكن عليهم أن يغتنموا هذه الفرصة وبينما كان الحف الجاري في البيت العبيد أطلقت صواريخ من غزة وأصابت بعض الإسرائيليين فهذه رسالة مناهضة لتطبيع وتم استخدام الصواريخ لتعبير عن موقف هذا السلوك وردت الفعل هذه إزاء ما قامت به دول الخليج وما يمكن لبلدان العربية أن تقوم به لربط الصلة مع إسرائيل فإن هذا سيفتح مجال جديد على الفلسطينيين أيضا أن يختاروا كما اختارت إسرائيل اغتنام هذه الفرصة وكذلك تبني النهج الحالي أعتقد أن الاتفاقيات تفتح مجال جديد ولكن هذا يتوقف على ما يفعله الفلسطينيون والإسرائيليون إزاء الفرصة المتاحة نعم كنت معنا من تل أبيب الدكتور ريونش فارتس رئيس معهد شحاريت وكان معنا هنا في الستوديو الدكتور فهد شليمي رئيس المنتدى الخارجي للأمن والسلام شكرا جزيلا لكم أهلا وسهلا بكم ترجمة نانسي قنقر 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 اتفاق وصف بالتاريخي يؤسس لمرحلة السلام الجديدة رعتها الولايات المتحدة الأمريكية بين إسرائيل والإمارات والبحرين قبل قليل كانت وقعت كل الأطراف اتفاق السلام اتفاق للسلام بين البحرين وإسرائيل والإمارات وفي حديقة البيت الأبيض مثل ما ذكرنا وقع المسؤولون الإماراتيون والبحرينيون إلى جانب إسرائيلي إسرائيل اتفاقيتي السلام رئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قال أن خمس أو ست دول ستنضم لاتفاقيات مماثلة مع إسرائيل وأضف أن الفلسطينيين سينضمون للسلام في الوقت المناسب خلاف والإسرائيل والإبرارات والإمارات وعوان bed نفيد من هذا الا Negكاف المسؤولة بارم والزداه ولكن الإبراهيما والخد السلون لา VERY شكار معاً للمشاهدة حينماً للمشاهدة في مرسل السماء في سبيل المشاهدة والغير في الهاقصة السعادة التي أريضًا لأن الكتير من الوقت المنزل دائماní السعودية في المشاهدة لأجهد من الدرام معاً أحياناً من قبل رحلة في السعودية sagenا. Mi message that day was very simple. I urged the nations of the Middle East to set aside their differences, unite against the common enemy of civilization, and work together toward the noble aims of security and prosperity. I offered America's friendship, I offered America's help, but I said clearly that the nations of the regions had to decide what kind of a future they wanted for their children, and for their وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بزايد قال إن بلاده تمد يد السلام لتستقبل سلاما مماثلاً وكذاً الاتفاق مع إسرائيل سيغير الشعب أقف اليوم أمد يد سلام وأستقبل يد سلام نقول في ديننا الإسلامي اللهم أنت السلام ومنك السلام فالبحث عن السلم مبدأ أصيل ولكن المبادئ تتحقق فعلاً عندما تتحول إلى أفعال وها نحن اليوم نشهد فعلاً سوف يغير الشرق الأوسط وسيبعث الأمل حول العالم كل خيار غير السلام سيعني دمار وفقر ومعاناة إنسانية إن هذه الرؤية الجديدة التي بدأت تتشكل باجتماعنا اليوم لمستقبل منطقة مليئة بالطاقات الشابة ليست شعاراً نرفع من أجل مكاسب سياسية فالجميع يتطلع إلى خلق مستقبل أكثر استقرار وازدهار لم تكن هذه المبادرة ممكنة لو لا جهود في خامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريق الذي سعى بجد وإخلاص لنصل إلى هنا دوت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنجامل نتنياهو شكراً لك على اختيارك السلام ووقف ضم الأراضي الفلسطينية مما يعزز إرادتنا المجتمع لتحقيق مستقبل أفضل الأجيال القادمة قبل توقيع اتفاق السلام الثلاثي في واشنطن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنجامل نتنياهو إنه يثمن جهود الرئيس الأمريكي في التصدي لطغاة طهران جزيزيلي بنجامل نتنياهي في المدى الأمريكي، ومعاً في العالم المغلقين. المترجمات التي نجعلها اليوم ستكون مهمة. أولاً لأن هذه المترجمات ستتحرك لتنظر أخرى من الأمريكي ويجب أن تنظر أمريكي المترجمات الأمريكي في كل مكان. أنني لم أجئ إليكم تحت هذه القبة لكي أتقدم برجاء أن تقلوا قواتكم من الأرض المحتل أن يكون هذا الاتفاق الذي نوقع عليه اليوم هو بداية طي صفحة الآلام والعذاب ولي المزيد من التفاصيل الضم إلينا من القسم الرسل الحدث زياد حلبي زياد أهلا بك مرة أخرى زياد إذن اتفاقيتين أو اتفاقيتين وقعتا اليوم اتفاق سلام واتفاق مبادئ ترامب كان قال أن اتفاقية أخرى ستوقع قريبا ست دول عربية على الأغلب هل من معلومات تتداول في إسرائيل بخصوص اتفاقيات السلام المقبلة؟ إسرائيل تتوقع وتتمنى عمليا أن تنضم كل الدول العربية في نهاية المطاف لهذا الموضوع لكن الحديث الشبه فوري دعيني أقول قد نفهمه أيضا من خلال ربما من حضر عمان والسودان هما الدولتان التي عمليا يمكن أن تنضمها باعتقاد الإسرائيليين هناك اتصالات متقدمة في هذا الإطار وبالتالي قد تكونان الدولتين التي ستنضمان قريبا إلى هذا الموضوع عمليا بنيمين نتنياهو يعول كثيرا على هذا الأمر قضية ما يحاول دائما أن يقول بأنه السلام في مقابل السلام ويصف طبعا هذه الاتفاقيات بأنها تختلف عن سابقتينها المصرية والأردنية بأنها قد تكون مقدمة لسلام دافئ بمعنى سلام حيوي أكثر فيه تفاعل بين الشعوب خلافا لما يوصف مثلا اتفاق السلام تاريخيا بين مصر وإسرائيل بأنه سلام بارد وكذا أيضا مع الأردن لا ترين سياحا مصريين مثلا في إسرائيل بالكاد وبالتالي هذا الأمر الآن يعول عليه الإسرائيليون كما قلنا في المقام الأول اقتصاديا أن تكون هذه الاتفاقيات في المجال الاقتصادي بالإضافة إلى قضية الطيران واختصار المسافات إلى الشرق إلى آسيا عمليا بشكل يعود بمنفعة اقتصادية وليست فقط سياحية بالنسبة للإسرائيليين نعم زياد كان نتنياهو ذهب لوحده دون وزير الخارجية دون نائب رئيس الوزراء بلينابا إلى واشنطن لتوقيع هذه الاتفاقية إلى أي درجة ينظر في إسرائيل للاتفاقيات بأنه إنجاز لنتنياهو أم على العكس ينظر إليها كأنها نهج واستراتيجية إسرائيلية جديدة للسلام في المنطقة بالنسبة لهذا الموضوع الكل يعرف في إسرائيل بأن ذلك في كل دوائر صناعة القرار في إسرائيل متبع وتم العمل لسنوات على هذا الموضوع في أطر مختلفة بمعنى لا ينسب إلى شخص بعينه ولكن بدون أن شك بن يمين نتنياهو أراد أن ينفرد بهذا الإنجاز في أعين الإسرائيليين أساسا بسبب أمور كثيرة سبق وأشرنا إليها منها والوضع المتعلق بقضايا الفساد والإضافة إلى الوضع السيء جدا فيما يتعلق بفيروس كورونا في إسرائيل التي ستغلق لثلاثة أسابيع وبالتالي هو يرى ولهذا رأيناه عمليا وباعتقادي لم يفاجئ أحد في إسرائيل هذا السلوك بأنه لم يستحب وزيرة الخارجية رغم أنه كان لزاما عليه بروتوكوليا بالنسبة للحكومة الإسرائيلية أن يفعل ذلك كي يقال بأن بنيمين نتنياهو أن يضع نفسه بنفس الدرجة مع مناحم بيجن واسحاق رابين بأنه رئيس وزراء إسرائيلي نجح في إبرام التفاقيات سلام مع دول عربية نعم وتنضم إلينا من واشنطن الآن نادية البلبيسي مرسلات الحدث نادية أهلا بك نادية أنت معنا نادية أهلا بك سارة أسمعك أهلا أسمعك سارة أسمعك أهلا نادية نادية كانت تحدث زيادة عن الدول المتوقعة بأنها ستتوقع اتفاق سلام مع إسرائيل ذلك بناء على تصريح الأمريكي من الرئيس ترامب بخصوص دول جديدة ستنضم إلى مصار السلام ما الذي يتداول أمريكيا أو في مراسم التوقيع عن الدول هذه التي ستنضم إلى هذا المصار طبعا الرئيس ترامب وجاريد كوشنر بالتحديد تحدثا على أن هناك خمس أو ست دول عربية ستنضم إلى هذا الاتفاق لكنه يريد أن يترك الخصوصية لهذه الدول لتختار الوقت المناسب الذي يتلاء مع ظروفها الداخلية ربما طبعا بالأمس أنا كنت أتحدث أيضا مع مسؤول في الخارجية وقالوا لي بأنه أنا اتطرحت السؤال ربما بأنه بعض أدوال مرشحة قد تكون السودان والمغرب قالوا بأنه بدون أدنى الشك أنه زيارة بومبيو الأخيرة إلى السودان يمكن جزء منها كان الحديث عن هذا لكن هناك حكومة انتقالية ربما الوضع غير مناسب حاليا لكن ربما لاحقا قد تنضم السودان وأيضا كان هناك حديث على المغرب فقيل لي بأنه كما تعرفين المغرب تتمتع بعلاقة جيدة مع إسرائيل بأن هناك جالية يهودية موجودة في المغرب لكن هناك دول أخرى أيضا قد تكون دول خليجية ودول عربية ثانية بغض النظر عن هذه الدول عددها أو أماهيتها الرئيس يرى بأننا نتحدث اليوم الرئيس ترامب طبعا عن فجر جديد في الشرق الأوسط هذه ربما المفاوضات التي كانت تجري من وراء الكواليس على مدى ثلاث سنوات قادها جاريد كوشنر هي تتويج وتطبيق لرؤية الرئيس ترامب الذي أتى إلى البيت الأبيض قبل ثلاث سنوات وهو الآن على اعتاب الانتخابات الأمريكية الجديدة ليقول بأنه دعونا ننظر إلى هذا الشرق الأوسط هذا الشرق الأوسط الذي كلف الأمريكيين مليارات الدولارات من حروب هو عارضها سواء كان الغزو للعراق أو أطول حرب للولايات المتحدة في أفغانستان نريد أن نعيد كل الجنود الأمريكيين إلى هنا ولا نريد أن نتدخل في هذه الصراعات آن الوقت لتنتهي وتنتهي بشكل ليس فوضوي كما نره ليست دول فاشلة بل عن طريق اتفاقيات سلام تعبد لعملية ازدهار وتقدم تكنولوجي وتبادل تجاري وفرصة الحقيقة للجيل الصعد الجيل الجديد لكي ربما يعيش بعالم مختلف عما عاهده وأبائه وأجداده من صراعات متواصلة يقول أيضا مسؤولين في البيت الأبيض بأنهم يطلبون من الفلسطينيين العودة إلى طاولة المفاوضات ووزير خارجية الإمارات تحدث عن سلام الشجعان ربما هذه عبارة كان يستخدمها الرئيس الراحل ياسر عرفات عندما كان يتحدث عندما وقع اتفاق أزلو وكان يقول بأننا عندما نذهب لنفاوض مع الأعداء هو يحتاج إلى الشجاعة الشجاعة ليس فقط هو الحديث عن المطالب العادلة أكيد للشعب الفلسطيني لكن أيضا هو مواجهة العدو وبالنهاية المواجهة تأتي عن طريق المفاوضات ولا يوجد هناك حل عسكري آخر الجميع يتفق على هذا من وجهة نظر البيت الأبيض لذا هم يتطلعون إلى أن يكون هناك مشاركة للسلطة الفلسطينية وأن تضع ما تريده يعني تضع المطالب بغض النظر عما فعلت هذه الإدارة من نقل السفارة إلى القدس وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل وإلى آخره يقولون بأن هناك مطالب دعونا نجلس على الطاولة لأن المقاطعة لن تأتي بأي نتيجة فعالة فقط عندما تجلس على الطاولة يمكن أن يكون لك دور وأن تتحدث بما يريده الشعب ومن هنا كان هناك تركيز على معاهدة السلام المصرية والأردنية وكيف استفاد الفلسطينيون بالتحديد من هذه المعاهدات وهنا يركز البيت الأبيض كما رأينا في هذا الاتفاق الذي وقع بثلاث لغات بالعبرية والعربية والإنجليزية في الساوثلون عندما نقلناه حيا على الشاشتين العربية والحدث قبل قليل كان الرئيس يتحدث عن هذا الفجر الجديد الذي يريد للشرق الأوسط أن تعمه السلام وأن يكون هناك بالفعل تعاون على أعلى مستوى ليس فقط بين الحكومات لكن أيضا بين الشعوب نعم نادي البعض يقول أن إنجاز ترامب ربما يستفيد منه في الانتخابات إلى أي درجة يبدو هذا الكلام دقيق ومنطقي؟ الناخب الأمريكي لا يهتم كثيرا بمنطقة الشرق الأوسط إلا من منطلق الحروب يعني عودة الجنود الأمريكيين ولا يعرفون كثيرا بهذه التفاصيل الدقيقة بدول خليجية مثلا مثل البحرين أو الإمارات هناك دعم له من القاعدة الإنجيلية التي تريد أن ترى كل شيء مفيد بالنسبة لإسرائيل دون أدنى شك وهي شريحة كبيرة من الدعمين للرئيس ترامب لكن هو يمكن أن يستثمرها بطريقة مختلفة بأنه عارض الحروب بالشرق الأوسط وبدل هذه الحروب الآن يوقع اتفاقيات سلام بأنه يريد أن ينهي الإرهاب وبالتالي خول المؤسسة العسكرية البنتاجون بمحاربة وتدمير تنظيم داعش فيما كان يسمى دولة الخلافة في العراق والشام وقضى على الأراضي التي كانت تنطلق منها ربما ليس على الأيدولوجية وقتل أو سمح بتصفية قاسم سليماني الذي اعتبره مسؤول عن حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي لبنان وعن قتل حتى واستهداف جنود أمريكيين في العراق بالتحديد وأبو بكر البغدادي أيضا فبالتالي يمكن أن يربط هذا بصورة ربما أكثر تعقيدا من بساطة الطرح بأنه هذه خطوة انتهازية بالنسبة للرئيس أو بأن الرئيس بإمكانه أن يستغلها انتخابية لأنه بالنهاية الناخب الأمريكي يهتم بالوضع الداخلي والوضع الداخلي كما تعرفين صعب إلى أقصى درجة من جائحة كورونا غير معروف مشهود لها يعني منذ مئة عام منذ انتشار الحمى الإسبانية أو البطالة العالية التي كان الرئيس يتفاخر بأنه الرئيس الذي أعاد البطالة إلى أقل من 3.5% لكن أتت هذه الجائحة أو كما يسميها الرئيس الفيروس الصيني وأعادنا إلى تقريبا 10% من البطالة وعداد كبيرة من الأمريكيين يعني خارج سوق العمل وبالتالي هم يركزون على هذه القضايا لكن بدون أن الشك سيكون لها تأثير أكيد لكن هل هو التأثير الذي سيكون له تأثير واضح على الانتخابات لا أتصور نعم زياد في سؤال أخير بحسب المؤشرات ومتابعتك لجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى أي درجة تبدو السلطة الفلسطينية مستعدة لتفاوض الحوار الآن مع الجانب الإسرائيلي أو العكس يبدو الإسرائيليون مستعدين للتفاوض لا أرى استعدادا من قبل السلطة الفلسطينية للدخول في مفاوضات مع إسرائيل على مائدة حوار أمريكية قالوا هذا الموقف بشكل واضح وبالتالي لا نرى أن ذلك سيشهد تراجعا السلطة الفلسطينية مع ذلك أبلغت اللجنة الربعية الدولية بأنها مشتعدة لمفاوضات مع إسرائيل عبر الربعية الدولية بمعنى لا تريد أن تكون الولايات المتحدة الراعي لهذه المفاوضات وإنما الربعية الدولية أن تكون حاضرة كلها في مثل هذه الانتخابات لكن لا يرى في المستقبل على الأقل القريب تحرك من هذا النوع في السلطة الفلسطينية هناك الكثير من الإحباط والانتعاد ولهذا لا نراها تتقدم في هذا الاتجاه رأينا قبل قليل أيضا تذكارا للواقع إطلاق صواريخ من حماس على جنوب إسرائيل وما وصلنا أيضا من السفير الأمريكي لدى إسرائيل الموجود طبعا في واشنطن هو قال خلال حفل التوقيع أن هذا التطور إطلاق الصواريخ يذكرنا بأن العمل لم ينتهي بعد يقصد بأنه يجب إيجاد حل للموضوع الفلسطيني واليوم سمعنا أيضا تحذيرا من وزير الدفاع الإسرائيلي من إمكان أن تنفجر الأمور ميدانيا في الأراضي الفلسطينية ولهذا يبدو المشهد الفلسطيني على عادته معقدا للغاية نعم كنت معنا من القدس مرسل الحدث زياد حلبي وكانت معنا من واشنطن نادي البلبيسي مرسلة الحدث شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة ولمناقشة كل هذه التطورات توقيع اتفاقية السلام ينضم إلينا هنا في الستوديو ضرار الفلسطيني عضو المجلس الوطني الاتحادي وينضم إلينا من عمان وزير الإعلام الأردني الأسبق صالح القلب أهلا بكما وشكرا على قبول الدعوة نبدأ هنا في الستوديو مع سيد الفلسطيني أهلا بك أهلا لنتحدث في البداية إماراتيا وقعت هذه الاتفاقية اتفاقية السلام ما الذي تعنيه كيف تستفيد منها الإمارات الشيء شكرا على تحت الفرصة الإمارات استفادت من البداية مثل ما ذكر الشيخ عبد الله هذا سلام الشجعان وأعتقد الشيخ محمد بن زايد كان من الشجاعة والشفافية أن أعلنه ولم يكون هناك مفاوضات خلف الكواليس ومن تحت الطاولة ولكن نحن في الإمارات لدينا شجاعة للإعلان عن أي شيء لأننا دولة ذات سيادة ومستقلة ونحن نفكر في مصطحتنا أنا أعتقد ما زال الشق الفلسطيني مهم ويمكن الإشارة له في خطاب الشيخ عبد الله أكد على موضوع الضم وحقوقه للفلسطينيين ولكن نحن دولة مستقلة وإلنا مصالح خاصة الآن آن الأوان لتقديمها والتفاوض عليها أعتقد سبعين سنة ونحن نتفاوض نقدمين القضية الفلسطينية على مصالحنا الآن نحن القضية الفلسطينية ما زالت هي الهاجس ولكن هناك مصالح يجب مراعاة والاتماع فيها نعم السيد القلب الإمارات مثلما كان يدكر السيد الفلاسي والبحرين كدتا على أهمية الاتفاقية وبأنها ستؤثر إيجابيا على شعب الفلسطيني وعلى القضية إلى أي درجة هي مفيدة هي طريقة حل جديدة من قبل البحرين والإمارات للقضية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي يعني الإمارات دولة عربية ودولة أيضا إلها مكانها الدولي ودولة في قاية الأهمية وكذلك أخواننا في البحرين هم من حقهم دولة ذات سيادة من حقها أن تتجه الاتجاه الذي يقدمها وهذا حقيقة لمسنا من البدايات ونفس الشيء أيضا البحرين لكن في قضية أساسية هذا الصراع اللي 72 عام الكل يرى أنه يجب أن ينتهي لكن نهايته الحقيقية وهذا أنا بعتقد جازما أنه أخواننا بالإمارات بالبحرين الدول العربية الأخرى اللي عندها علاقات مع إسرائيل أنه لابد القضية الأساسية اللي 72 سنة وهالسنوات الطويلة من القتال والحروب هو الوضع الفلسطيني حقيقة هو الوضع الفلسطيني هو الأساس بهذا الموضوع الآن كيف يمكن كيف يمكن أن يكون الفلسطينيون شركاء في هذا في هذه يعني العملية الجديدة كيف يمكن أن يكونوا شركاء طرح في البدايات أنه هناك في صفقة القرن حقيقة صفقة القرن يراها الفلسطينيون ويراها العرب أيضا بعض العرب وعالميا لا ويراها الأمريكون أنا سمعت بايدن عمل تصريح أول مبارع مسجل تحدث أنه لا يمكن أن يكون هناك حل بدون أن يكون للشعب الفلسطيني دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ولا يمكن أنه أنه سير فيه تنازل عربي وإسلامي حقيقي عن القدس وعن قبة الصخرة المشرة في المسجد الأقصى وعن كنيسة القيامة باعتبار أننا أيضا جزء من شعبنا بالمنطقة العربية هم من المسيحيين ولذلك أنا أقول أنه إذا كان الرئيس ترامب يعتقد أنه تمر عملية صفقة القرن ونعتقد أن أخواننا اللي دخلوا بعملية السلام الآن يعرفوا وهم متأكدين أنه هذه لن تكون كافية لأنه الفلسطينيين يكون لهم حل الفلسطينيين وصلوا مع إسحاق رابين وأيضا وصلوا في أوسلو وفي واشنطن إلى اتفاق تسوية الضفء الاسم الشرقي من القدس القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية طبعا انقتل إسحاق رابين ثمن لموقفه الذي اتخذوا بهذا الاتجاه قتله اليمين الإسرائيلي ولذلك أنا أقول إذا كان في تفكير لدى الولايات المتحدة الأمريكية أن تمر عملية صفقة القرن للحل للوضع الفلسطيني أنا أعتقد أنهم مخطئين نعم السيدة الفلاسي زوايا كثيرة ينظر إليها في من هذه الاتفاقية أو في هذه الاتفاقية وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتية أنوار جيجاش كان قال أن الاتفاقية ستساعد الإمارات والمنطقة وتزيد من نفوذهما كيف يتحقق هذا الأمر الإمارات هي لعب أساسي الآن بدأ يبرز في الساحة وهذا سيحرك أنا ذكرت قبل غليل العالمي أن كرة الثلج تدحرجت وبدأت تكبر وهناك البحرين والسودان الحديث كان عن السودان وعمان ونحو ست دول وعمان وست دول في هذا وأيضا ذكر الرئيس ترامب مع معالي الوزير أن الفلسطينيين قادمين معناته أنه لم يزيلهم من من الخارقة نعم أصبحهم مقتنع وهذا ما أكد عليه الشيخ عبد الله بن زايد وأكد عليه أيضا معالي عبد الله زياني أن الحقوق حقوق الفلسطينيين يجب إيجاد حل للقضية لأن بدون القضية إيجاد حل مثل ما ذكر معالي لن يكون هناك سلام دائم نحن نسعى إلى سلام دائم سلام دائم بدونهم لن يتحقق وأيضا نتنياهو عارف هذا الشيء وأعتقد نتنياهو تذوق نوعا ما مثل ما ذكرته أن نشوة الانتصار وهو يسعى دائما الآن لأن حقق نتيجة لأن الانتخابات قادمة فأعتقد لازم أن يقدم نوعا ما وملحوظ هذا أنه أعلن رسميا إيقاف الضم كان في السابق يناور على هذا الموضوع ولكن الآن أعلن رسميا هذه بداية أنا تكلمت أن يجب على أخوانا الفلسطيني استثمار الفرصة ليس بألاءات وعدم التفاوض أنا أعيد وأكرر الرئيس أنور السادات في الحرب حرب كتوبر كسب عشر كيلو متر تقدم عشر كيلو متر وبالمفاوضات استعاد سيناء بالكامل والتي هي تبلغ مساحتها مرتين ونص أنا أؤمن بأن بالحوار والجلوس على الطاولة سيتحقق السلام كيف يقتنع تشاهد ردات فعل من فلسطينيين وأغير فلسطينيين كيف يقتنع هؤلاء المعترضين والمتقدين بأن هذا الطريق والسبيل الوحيد للحل الآن بعد سياسة الكراسي الشاغرة وبعد الحروب التي مثلما ذكرت لم تأتي بالكثير أنا أعتقد خلنا نقول ذكر في كلمة الشيخ عبد الله أن المنطقة يمكن خلنا نيبها بطريقة ثانية المنطقة سبعين في المئة منها شباب والشباب بحاجة إلى أمل وتحدث عن الأمل بحاجة إلى نوع من الاهتمام والعناية والعلم أعتقدهم سأموا وملوا حالة الحرب والحرب التي عايشينها والآن هم بحاجة إلى تغيير التغيير هذا هو بالسلام ولن يتحقق بالحروب والمطالبة أنا أعتقد السلام سيأتي قريبا إن شاء الله وأنا أتمنى من أخواننا الفلسطينيين الجلوس على الطاولة وتقديم إملاءاتهم وطلباتهم ليبدأوا المفاوضات ومنها سيكسبوا نعم معالي الوزير الرئيس السابق الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والذي عصرته معالي الوزير وكنت تعرفه كان يدير ملف السلام بطريقة مختلفة كان يتحاور أكثر الآن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والذي هو بالمناسبة مهندس اتفاقية أسلو يتعامل بطريقة مختلفة هل يخطئ الفلسطينيون في إدارة ملف السلام الآن في ملف المفاوضات كذلك والصراع مع إسرائيل يعني لا شك أنه كان فلسطينيا يعني الواجهة الأساسية واللاعب الرئيسي هو أبو عمار رحمه الله ولكن المفاوض باستمرار من أوسلو وحتى أيضا واشنطن كان دائما أبو مازل محمود عباس وهو كان حتى يتهم من قبل بعض الفلسطينيين المتطرفين اللي موجودين الآن يطلعوا بيانات سواء من عند حسن نصر الله ولا من عند إيران واللي ضربوا صواريخ اليوم وحقيقة كان دائما يصطدم معهم كان يعتبر الأكثر الأكثر اندفاعا نحو عملية السلام وأنا الآن وأنا الآن أتحدث يعني كان لما كانوا الفلسطينيين حتى أخواننا واللي هما حقيقة نحن نفتخر بالدور اللي دائما الأخواننا الإمارات يلعبوا وحتى أخواننا أيضا الآخرين كمان يلعبوا هذا الدور ودائما كانوا إلى جانب الفلسطينيين لا يمكن حدا ينكر هذا الموضوع على الأطلاق الآن حقيقة في قضية الآن عالقة بهذا الموضوع كان يحكي بن يمين نتنياهو عن عملية الضم الضم الآن ضمنته دولة الإمارات وبارك الله فيهم هذه قضية لا يمكن تمر عليهم هذا الموضوع الآن أريد أن أقول لو سمحتي شوية أن الفلسطينيين إذا توفر هم أول من فاوض هم أول من فاوض راحوا إلى لفترة طويلة بأسلو وأيضا ذهبوا إلى واشنطن وكان حضور في ذلك الوقت هم أصحاب المفاوضات هم الذين راحوا على المفاوضات وقبل العرب كلهم راحوا فاوضوا بجوز باستثناء الأردن ومصر وحتى لما كان الأردن ومصر كانوا يفاوضون وفي عندهم اتصالات وعلاقات مع الإسرائيليين مباشرة وغير مباشرة أنا ما أقول الآن هم بدهم الآن يحققوا دولتهم الفلسطينية الموعودة اللي ناضلوا من أجلها سلوات طويلة وعاصمتها القدس الشرقية مكانها في هذا الموضوع لأنه أنا لما حكيت أنه يحكي عنه صفقة القرن هذه غير مقبولة وأنا أعتقد إخواننا العرب وعلى رأسهم دولة الإمارات والبحرين وكلهم لا يمكن أنه يقفوا عند هذا الموضوع يعتبروا هذا الحق الفلسطيني حق الفلسطيني بدهم دولتهم وبدهم يكون مثلهم مثل شعوب هذه المنطقة دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية يكون في عندهم دولة في هذا الموضوع أما ينحكى عن نتف موزعة من غور الأردن حتى تصل هذا الموضوع لن يمشي على الأطلاق نعم ولكن معالي الوزير أنا أعتقد مثل ما يقول البعض بأن السياسة القيادات الفلسطينية هي من جعلت فلسطين أو القضية في مكان أكثر عزلة لا أبدا ليش ليش أكثر عزلة ليش هم وصلوا إلى اتفاق في واشنطن الإسرائيليين قتلوا سحاق رابين منعوه ولكن القسام الفلسطيني ألم يؤثر ألم يؤثر على المفاوضات ألم يؤثر على الانقسام الفلسطيني لم يكن مؤثرا على العلاقات مع دول الجوار على العلاقات وحتى على الملف الله يرضى عليك أي عارف أنا اللي عمل الصواريخ اليوم هي إيران حماس كان وتواجه لهذا الموضوع هي إيران وأيضاً وأيضاً حماس عملة انقلاب عسكري مثل أسوأ الانقلابات العسكرية العربية نعم في غزة وأيضاً رمت أبناء فتح من الطوابق العليا من عشرين طابق وراها إيران وفي وراها تكتل موجود في الدول الأربعة الخمسة اللي أنتم عارفين ما بدي أظل يكرر الكلام ومواجهة معهم في ذلك الوقت ولذلك أقول أنا أن الصراع لن يتوقف إلا إذا الفلسطينيين بدهم هذه الحقوق اللي وافق عليها العالم كله وأنا سمعت بايدن كان يحكي عنها أول مبارح ومسجل ما حكاه أنه لا يمكن يصير حل بدون للفلسطينيين وأنا أعرف أن دولة الإمارات مصر على هذا الاتجاه تمشي في هذا الاتجاه عملة له وكذلك البحرين بعض الدول العربية لا المعلقة مع إيران اللي تاب على إيران اللي ماشى مع إيران ما حد ضد عملية السلام أنا من الناس من أكثر الناس المتعمسين لهذا الموضوع أقريباً من الوضع الفلسطيني وأيضاً من الوضع العربي والذلك أقول الفلسطينيين متمنعين الفلسطينيين بدهم اللي تم عليه الاتفاق مع الإسرائيليين بدهم ما تم عليه الاتفاق وأنا أعتقد العرب العرب الآن هم اللي حاملين هذا 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 القضية على أكتافه منذ فترة طويلة أيضاً يعرفوا أنه هذا الحل اللي يطرح بن يمين نتنياهو عمليات ضم ونتف موزعة بهذا لا يمكن يكون مقبول على الإطلاق لي للزوء الفلسطينيين على وضعهم هذا في الناس بعدهم ينتظروا ليشعلوا هذه المنطقة لو سبحتيني ليشعلوا هذه المنطقة بالإرهاب إيران تريد أنه يشتعلوا ومعهد العربية معروفة ومعهد جهات أخرى معروفة بدهم يستغلوا هذا الوضع ولما عملوا الانفصال بغزة عملوا لهذه الغاية وأنتم تعرفوا أنه بقطر خلينا أحكى بهيك قطر مقيمة هناك إلها ناس موجودين مع أنه أول دولة فتحت علاقات أول دولة فتحت علاقات مع الإسرائيليين ولا يزال علاقاتهم مع الإسرائيليين وهم موجودين الآن يديروا الصراع الموجود في غزة ضد الدولة الفلسطينية لأنه لا تردوا هاي اللي صارت بالفترة الأخيرة اللي طلعوا من أجو من سوريا وراح باهوا إسماعيل الهنية ما راح قاعد عن حسن نصر الله عم يحضروا حالهم ليواجهوا هذه الخطوات المهمة والعظيمة اللي اتخذوها إخواننا بالإمارات وبالبحرين مساندين لهم لكن الفلسطينيين يجب أن يعطوا مجال حتى يكونوا لهم حقهم حتى يقلعوا الشعب حتى يبعدوا شعبه من عمليات الإرهاب اللي تشتغل عليها إيران وتشتغل عليها سوريا ويشتغل عليها حسن نصر الله ولذلك هذا اللي نقوله ما في مشكلة مع الفلسطينيين ما في مشكلة ولا عزلوا حالهم أصلا أبو عمار عزل أربع سنوات أربع سنوات وهم يقصفوا في إبرام الله بالمنطقة لما بعت رسالة إلى إجتماع إجتماع العربي بيروت لما عملوا لهم رسالة رفض رفض بشار الأسد يمر الرسالة ومعه المجموعات رسالة بعثها للقمة العربية نعم والموجود ورئيس دولة فلسطين كان رسالة منعوه تقرأ معالي الوزير جماعة إيران منعوها تقرأ نعم معالي الوزير كلامك مهم ومثل الاهتمام ولكن دعني أكون عادلة في توزيع الوقت سيد الفلاسي تؤكد الإمارات والبحرين من خلال تصريحات المسؤولين اليوم وفي الأيام الماضية على التغييرات في المنطقة على التهديد المشترك وعلى أهمية هذه الاتفاقيات في مواجهة التهديدات كيف يتحقق ذلك وما هي التهديدات التي يتم الحديث عنها هي تهديدات عدة يعني عندك هناك مهددات أساسية إيران تركيا تلعب دور طبعا إيران أول معارض وتركيا يعني أضحوك بالنسبة لنا لأن هي تعارض وهي في نفس الوقت لها 70 سنة علاقات ومصانع الأسلحة الإسرائيلية موجودة في تركيا عسكرية واقتصادية واقتصادية وهذا مضحك يعني في هذا الشيء يمكن اليوم الشيخ عبدالله ذكر وأكد مثل ما ذكر معالي الوزير أن عاصمة القدسة الشرقية وأعتقد خطاوة كان قوي باللغة العربية وواضح وضوح الشمس لنتنياهو وأعتقد إذا بيمكن بإمكانكم وهو يتحدث ينظر إلى نتنياهو ويتحدث عن القدسة الشرقية عاصمة دول الفس فأعتقد قدم لهم الحل موجودة الطاولة نعم والآن الكرة مثل ما كترت وقال وعيد وكرر الكرة في ملعب أخواننا الفلسطينيين يجب الجلوس على الطاولة الآن ما حدث في السابق حدث ونحن نطالب به ولكن لن يتحقق وأنت بعيد عن الطاولة أنت يجب أن تغير مفهوم الإسرائيلي الإنطباع الإسرائيلي الذي فرض على العالم العرب هم دعاة حرب الآن الإسرائيلي فوجئ بأن هناك دول دعاة سلام فأنت أكسر هذا الجمود بالجلوس على الطاولة وتقديم الفلسفة جديدة أعتقد هذه هي فلسفة الإمارات الجديدة الجلوس على الطاولة والتفاوض والحوار هو أمل المنطقة في المستقبل كنت معنا درار الفلاس عضو المجلس الوطني الاتحادي وكان معنا من عمان وزير الإعلام الأردني الأسبق صالح القلاب شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وضف المشيان لقاء المغرب سعى لتوحيد المؤسسات السيادية كخطوة أولى لانهاء الانقساة موضحا أن اللقاء لم يتطرق بشكل مباشر أو غير مباشر لطرح أسماء شاغلية المناصب السيادية ولا نقل المؤسسات السيادية خارج العاصمة أو حتى تركيبة المجلس الرئاسي أو كيفية اختيار أعضائه إن هذا اللقاء وخلافا لما يشاء لم يتطرق بأي شكل مباشر أو غير مباشر لطرح أسماء شاغلية هذه المناصب بل كان الحديث عن وضع إطار المناسب لتفعيل المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي والذي تختص بالمناصب السيادية واعتماد هذا الإطار من خلال المؤسستين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة كما لم يتم التطرق مطلقا لنقل المؤسسات السيادية خارج العاصمة أو تركيبة المجلس الرئاسي أو كيفية اختيار أعضائه إن هذه الإشاعات هي محاولة لعرقلة الحوار ومعرقلي الحوار هم فقط المستفيدون من الوضع الحالي واستمرار معاناة المواطن فإننا نؤكد على الرغبة الأكيدة في إنهاء هذه المرحلة الانتقالية من خلال إنجاز المسار الدستوري بالاستفتاء على الدستور والذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة وشفافة والطريق لذلك لن يكون إلا بحوار ينهي الانقسام السياسي ويوحد المؤسسات ويقضي على أي تهديد لسلامة الدولة وسيادتها ووحدة ترابها ويضع حدا للفساد وإهدار المال العام وليتمكن الليبيين من اختيار الأجسام التي تمثلهم وتعبر عن تطلعاتهم وأمالهم استكمالا لأهداف ثورة السابع عشر من فبراير في قيام دولة مدنية ديمقراطية وسعي مننا لكسر حالة الجمود السياسي الرهن الذي أصبح يهدد مستقبل وحدة التراب الليبي برمته كان لقاء المغرب بين أعضاء من مجلس الدولة وأعضاء من مجلس النواب لإيجاد الإطار المناسب لتطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي سعيا لتوحيد المؤسسات السيادية كخطوة أولى لإنهاء الانقسام ولمناقشة هذه التطورات الليبي ينضم إلينا من بنغازي الكاتب والأكاديمي الليبي دكتور جبريل العبيدي دكتور العبيدي أهلا بك دكتور عبيدي إذن البلاد ما مخيارين ما الحرب وتدمير البلاد أو الحوار هذا جاء في كلمة رئيس مجلس الدولة المشري لها جهة هادئة من المشري يتحدث بها اليوم عن الحوار ما الذي يفهم من هذه الدعوة مساء الخير لك ولسادة المشاهدين في اعتقادي هذه ليست الكذبة الأولى التي يطلقها المشري فقد سبق أن تنصل من جماعة الأخوة المسلمين وقال أنه يعتزلها وهو يعود الآن واجهة لها فالمشري كذب وهو الكذوب يعني عندما يتحدث عن حوار بزنيقة في المغرب ويقول بأنه لم يناقش ولم يناقش ولم يناقش فبالتالي هو يكذب ثم يكذب ثم يكذب يعني أعضاء الوفدين خرجا وتناقشا وتحدثا حتى للإعلام بأنهم ناقشوا هذه المناصب صحيح أنهم لم يناقشوا الأسماء التي تتشغل هذه المناصب ولكنهم ناقشوا إعادة توزيع المجلس الرئاسي وتشكيلته أماكن تقاسم الأقالي من الثلاث فبالتالي سيد المشري الآن يتنكر حتى لوفده الذي كان في بزنيقة في المغرب في المفاوضات دكتور عبيده ولكن ما قيل بأن مسارة الحكومة والمجلس الرئاسي رحلت إلى مرحلة مقبلة من الحوار الليبي هذا ما قيل بعد اجتماع بزنيقة في المغرب الذي رحل هو الأسماء أما الاتفاق على المناصب السيادية السمع نعم ولكن فيما يخص الحكومة والمجلس الرئاسي هذا تم فيما يخص الحكومة والمجلس الرئاسي نعم نعم هذا صحيح ولكن فيما نقلتموه في خطاب المجلس الرئاسي الآن وفي أكاذيبه قال بأنهم لم يجتمعوا على ذلك ولم يتحدثوا عن نقل المناصب السيادية خارج العاصمة وهذا غير صحيح فبالتالي عندما ينطلق حوار المشري وكلامه من الكذب ثم الكذب فبالتالي لا أراهن على أي لغة هادئة سيتكلم بها المشري لتهدية الأوضاع المشكلة ليست فقط في الكلام بأننا نحن ننهي المرحلة الانتقالية كيف سننهيها؟ هل بانتخابات تحت ظل سيطرة ميليشيات على العاصمة التي بها أكثر من ثلاث مليون نسمة من السكان؟ يعني على أي أساس ستنتهي المرحلة الانتقالية؟ يعني هل حدثنا المشري عن إنهاء المرحلة الانتقالية بإنهاء الميليشيات وتفكيكها؟ فبالتالي أي خطاب أي نص يحتوي أكاذيب يصبح النص بالكامل باطلا فكلام المشري الآن احتوى العديد من الأكاذيب فبالتالي كل ما قاله المشري يسوده الكذب وبالتالي لا نصدق أي كلمة قالها نعم ومثلما ذكرت الدكتور العبيد الليبيون يتحدثون إلى غاية الآن عن مادة واحدة في اتفاق سخيرات المادة الخامسة عشرة المتعلقة بالمناصب السيادية فيما المشري يتحدث عن انتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية لماذا استبعد الحديث عن حل مسألة الميليشيات والوضع العسكري والميضاني في البلاد؟ هو يحاول كما قلت لك يعني منذ البداية كان هناك تهرب من ما يحدث في بوزنيقة وكان حتى بيان مجلس المشري يقول بأن هذا الوفد لا يمثل مجلس الدولة إنما هو بعث لحسن النواية كان من البداية هناك محاولات للتهرب من ما يجري ومن النتائج التي قد يتفق عليها بعض الأعضاء لأن حقيقة لو ترك الأعضاء أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة بعضهم أو جزء منهم لاستطاعوا تحقيق كثير من التفاهمات ولكن القيادات وعلى رأسها وأمثالها مثل المشري هم هؤلاء قيادات لا يمثلون الشعب الليبي إنما يمثلون جماعة الأخوة المسلمين وما تملي عليه تركيا الباب العالي التي تمثل مثابة الباب العالي لهم فبالتالي هم سيتكلمون بلغة أمليت عليهم إملاء من تركيا بالرفض ما نتج عن أي تفاهمات في بوزنيقة في اعتقادي أن ما يريدونه هذه الجماعة هو كسب الوقت وتمديد أطول فترة ممكنة من بقائهم في الحكم لأن حتى الانتخابات التي أتحدث عنها هم الذين تنكروا لنتائج الصندوق عام 2014 عندما جاء البرلمان الليبي وخسرت جماعة الخوال المسلمين للانتخابات هذه الجماعة لا تؤمن بالديمقراطية ولا بنتائج الديمقراطية إلا إذا كانت في صالحها أما إذا لم تكن في صالحها فهي ستتنكر لها فبالتالي نحن لن نؤمن بأن هذه الجماعة حتى لو خذنا انتخابات معها ستؤمن بنتيجة الصندوق التي نعرف مسبقا أن هذه الجماعة لا وجود لها في ليبيا ولن تحصل على أي نتيجة في الانتخابات نعم كنت معنا من بنغازي الكاتب والأكاديمية الليبي دكتور جبريل العبيدي شكرا جزيلا لك تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها كما يمكنكم زيت الموقع الالكتروني ليا الحدث هذه الساعة من حدث اليوم انتهت السلام عليكم اشتركوا في القناة